الدكتور خالد يعني اعتقد انه في كل حوار بيبقى فيه البعد اللي بخاف منه دايما وهو التأثير على المجتمع وتصير المجتمع بيبدأ من التأثير على الامن والامن بمفهومه الواسع عندما ترتفع درجة الحرارة وعندما تحتر الارض بهذا الشكل بيؤدي الى مشاكل في الغذاء ومشاكل في التصحر والجفاف تؤدي الى نزوح وصراع النزوح وصراع بيخلق فراغ الفراغ بيؤدي الى من يبحث عنه من الارهاب بشكل عام اتصور انه الارهاب سيكون له يعني علاقة مباشرة بالمناخ وتأثيرات المناخ وربما يكون عندنا رفل جديد من رفل الارهاب الارهاب المناخي او المناخ الارهابي معرفش هتسميه ايه كيف ترى الصورة في هذا الاطار خاصة عندنا تجربة فيه حول بحير التشهاد وافريقيا صحران افريقية والساحل والصحراء صحيح لا طبعا يعني التصور اللي حداك بتذكره هو تصور صحيح للأسف الشديد الامر كما يعني حتى دار الحوار ما بين الخبراء العزاء الامر قد يبدو او قد يبدأ بصراعات دولية وتنفسات واتفاقات لا يتم الوفاء بيها وتعهدات والزامات على الدول خاصة بقضية كبيرة زي قضية التغيرات المناخية وقضية البيئة المرتبطة يبدأ الامر السياسي وينتقل بخطوات متلحقة كي يصل الى المجتمع بدأ سياسي ومر على البيئة وعلى المناخ في ظل هذه التغيرات الحدة والانهاك الكبير اللي احنا بنتابع على مدار السنوات الماضية للبيئة العامة وللمناخ والتغيرات وغيره حتى يصل الى ان يمس قضايا امنية بشكل مباشر ويشكل تهديدات حقيقية ربما حدك ذكرت الارهاب لكن الحقيقة اصبحت المعادلة الامنية القضايا البيئية والمناخية حاضرة فيها وحاضرة بقوة في مجموعة من العوارض الامنية المباشرة يتصدرها بالطبع الجفاف الجفاف هو اكتر المهددات الامنية اللي بيخرج منها اشكاليات مهددة للمعادلة الامنية لكثير من المناطق اكبر تحدي امني فعلا هو الجفاف ونقص المياه الكلام ده موجود في دول الساحل والصحراء بالقارة الافريقية بدول حوالي ست دول وداخل معهم كمان تلت دول بنسب متفاوتة انا هم نتكلم من قد نصل الى عشر دول يمثلوا حزام يطلق عليه حزام النار على المستوى الامني في افريقيا في القلب منه بحيرة شاد فعلا مسجلة وموضوع امامها تحدي كبير جدا تنامى بشكل متسارع خلال الخمس سنوات الماضية على وجه التحديد يعني احنا النهاردة في 23 من اول 2015 والمعدلات تنامي التنظيمات الارهابية تنامي لصراعات المسارحة بالضبط معدلات قاعدة تتصارع بشكل كبير جدا عندنا منطقة الشرق الافريقي وهنا بنكلم على دول القرن الافريقي الصومال جيبوتي اسيوبيا الاتريا لغاية شمال موزنبيق وعندنا وسط وغرب اسيا تركيا والعراق وسوريا ايران وافغانستان المناطق دي الجفاف عامل فيها اشكاليات امنية حقيقية ما منتكلمش على لا اثار مستقبلية ولا تدعيات حالية انية دي الاضايا الامنية المسجلة على مستوى العالم التي لها التصاق مباشر وارتباط مباشر باضايا البيئة والمناخ هذه المناطق الحقيقة بتنتج على مستوى بقى الموضوع بتنتج ارهاب بتنتج صراعات مسلحة عدد كبير جدا من النزوح واللجوء واعتقد العامين الاخيرين على وجه التحديد عادت مرة اخرى ظاهرة مراكب الموت البحر المتوسط لكنه مش هو الوحده اللي بيشهد الحقيقة البحر المتوسط النزوح واللجوء لكن هو علشان تحت العدسات وتحت الكاميرات بنشوف دوت رغم ان كان بوزل جهود كبيرة جدا امنية وعسكرية وتنموية من اجل تقليص هذه الظاهرة ونجح العالم بشكل كبير في النصف الاول من العشرية الماضية لكن الاسف الشديد مهددات البيئة والمناخ هي العمل الرئيسي لعودة ظاهرة مراكب الموت والنزوح واللجوء مرة اخرى الجفاف بيعمل اشكاليات اجتماعية واسعة للغاية ومرصودة وفي كل المناطق اللي احنا ذكرناها وده مهدد امني مباشر خاصة لانها بتتعلق بالنطوطين اكثر ارتباطا بحياة الانسان وهي ازمات مائية اعتقد ده ذكر من كلام الزملاء الخبراء ازمات مائية ازمات مائية وازمات غذائية في امن مائي مهدد وفي امن غذائي مهدد ده اللي بيسبب على طول بينتقل الى مساحة من التراب المجتمعي الواسع التراب المجتمعي الواسع ده في كل النقاط اللي احنا ذكرناها دي هي موجودة وموجودة بقوة وموجودة بارقام سنوية بتعبر عن نفسها في تطور نسب الجريمة بتعبر عن نفسها في تشكيل شبكات ومنظمات الجريمة المنظمة اللجوء لمحاولة الحصول على الاموال وتوفير العوائد بوسائل غير قانونية لان الوسائل القانونية اصبحت اكثر كلفة اكثر صعوبة بتواجه التحديات للخبراء الاعزاء فحنا كده اصاب اشكاليات سياسية كبرى الدراسات الامنية بتقول عن البيئة وعن المناخ تحديدا ان لو لم يعمل العالم بشكل تكاملي في هذه القضية هتظل المهددات الامنية تتفجر هنا أو هنا لابد من خطة تكاملية ليعلاقة برسم السياسات بالتمويل بالانفاق بتوزيع التحديات والاعباء على المناطق المختلفة من اجل الوصول الى معدلات امنية في بسط هذه القضايا المهدد شورة جدا لطول خليل اشتركوا في القناة